من هو الآب السماوي؟ خليني أبتدي في بعض الأفكار المغلوطة أو التي يساء فهمها من العديد من الناس أول يعني إساءة فهم أنه في هذه الأيام طبعا وبالتحديد في هذا العصر ولسيما الأيدنتي الهوية عم تتغير في كل مكان وبالذات في شمال أمريكا وصار البعض طبعا يقترح الفكرة هو الله مذكر أم أنثى؟ ولماذا إذا قلنا الله بصيغة المذكر هل الله متعصب ضد النساء؟ وهل هذه الفكرة صحيحة أو متحيزة نوعا ما؟ أحبا خليني أقول في البداية أنه الله بصيغة المذكر هذا لا يعني أنه مذكر أو أنثى ليس المقصود الذكرية لأنه احنا في مجتمع شرقي يعيش في طبعا في مشكلة الذكرية أنه كل شيء يعني الرجل كل الاهتمامات وكل الامتيازات له ولكن الكتاب واضح الله روح الله روح فصعب أنك تحدد الله بصيغة مذكر أو مؤنثة فإذا فكرة الله لأنه حتى للأسف بعض المسيحيين عاوزين يغيروا في الكتاب يذكر مثل الاسم بصيغة أنه طليق للذكر والأنثى أيضا ولكن اللغة الأصلية سواء في اللغة العبرية أو في اللغة اليونانية طبعا الترجم للغة العربية الكتاب واضح جدا في تعبيره فإذا الفكرة أنه الله لا تميل لجنس معين مثلا كتير بصور أنه الله رجل عجوز وقار عنده لحية بيضة كبيرة الكتاب المقدس يذكر عن الله كآب وليس كأم إطلاقا البتة دايما بيذكر الكتاب أنه الله آب إلا أن أحيانا في تشبهات معينة عن الله فمثلا الرب يسوع شبه موضوع يعني الله بالدجاجة فمثلا عندما رث على أورشليم وقال أورشليم يا أورشليم يا رجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريده فإذا بيشبه عن الحماية والحفاظ كما أنه الدجاجة تحمي الفراخ تحت جناحيها أحيانا بيتكلم عن المحبة الحزينة يعني عندما بكى على أورشليم أنه دايما عاوز يجمعها ولكن عصت وكان عندها مشكلة عدم الإيمان مثلا بسفر التاثنية إصحاح 32 مكتوب عن الله أنه ولد إسرائيل أو إسرائيل ابني البكر في عامس أيضا ثم الآب أحبائي هو إله شخصي حقيقي قريب على عكس الأصنام والأوثان ودايما بالذات في العهد القديم بتشوف المقارنة بين الله وبين الأصنام اللي نحتوها وشكلوها اللي ما بتتكلم ولا بتشوف ولا بتسمع لا تبصر إلى آخرها بينما الله هو إله شخص حقيقي قريب يتواصل معنا بشكل مهم ندعوه أبا نسبة إلى العلاقة الحميمية وهذه العلاقة سواء الآب مع الابن الرب يسوع عندما قال الرب عدة مرات أو على الأقل ثلاث مرات هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت قيلت هذه العبارة من الآب في معمودية المسيح وعلى جبل التجلي وأيضا أحبائي في إنجيل يحنى فإذا تعبير عن التمييز والتخصص ليسوع المسيح فالمسيح هو الابن الوحيد أو ابن محبته ولكننا أبناء الله بالتبني بسبب إيماننا في شخص الرب يسوع المسيح ثم في العهد القديم يعني الآب يتكلم في سفر ملاخي يقول فإن كنت أبا يعني بتدعوني أب في العهد القديم فأين كرامتي وفي إشعياء يقول والآن يا رب أنت أبونا بغض النظر شو عملنا أخطأنا ابتعدنا ولكن الحقيقة أنت أبونا ثم يقول في إشعياء يعني على التشبهات وهل تنسى الأم رضيعها ابن بطنها فهون تشبيه الله يعني بالأم الحنونة أو بمحبة وحنية الأم التي تشفق على ابن بطنها على رحمها فبتشبه الله ويقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنساكم محبة الأم ثم في ملاخي صحيح 2 وآية 10 النبي ملاخي أليس آب واحد لكلنا أليس إله واحد خلقنا فإذن من هنا نرى أحبائي عندما يذكر بصيغة المذكر هذا لا يعني الذكرية ولا يعني ذكر أو مؤنث فالله أبعد وصعب تتصور الله بكلمات محدودة دودا اشتركوا في القناة